ثم هذه الآية هي أعظم حياة مش أي حياة حياة ذات الله تبتدئ بالإيمان بالرب يسوع المسيح وتضفق هذه الحياة تستمر في حياتنا إلى الحياة الأبدي الدائمة المستمرة التي لا تنتهي عندما نكون مع الرب في السماء كل حين ثم هذه الآية تقدم لنا أعظم وعد هذا الوعد هو الحياة الأبدية والعلاقة والشركة مع يسوع المسيح إن هذه الآية تقدم لنا أعظم رجاء لأعظم خاطئ صار فيه رجاء من خلال نظره ليسوع إيمانه بيسوع يستطيع أن يحصل على هذا الرجاء إن هذه الآية قلب الإنجيل بل جوهر الإنجيل لأنها أعظم فداء فداء تم من خلال يسوع المسيح اشترانا اشتريتم بالثمن افتدانا من لعنة النموس متبررين مجانا بنعمته الذي بالفداء بيسوع المسيح الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا مكتوب أيضا افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم إنه أعظم فداء للبشر ثم هذه الآية تقدم لنا أعظم ذبيحة ذبيحة المسيح الكفاري الذي أحبانا وقد غسالنا من خطايانا بدمه ذبيحة المسيح ثم هذه الآية تعتبر أعظم شهادة أعظم رسالة أعظم إرسالية لأنه فيها رجاء وفيها حياة وفيها خلاص وفيها أيضا بركة كم من الملايين اللي خلصوا من خلال قوة هذه الآية اختبروا محبة الآب من خلال عمل يسوع المسيح وتغيرت حياتهم فحياتهم أصبحت شهادة وتشهد عن عمل المسيح فينا ثم هذه الآية أحبائي أعظم دعوة لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية إنها دعوة دعوة للتوبة لتغيير الفكر والرجوع إلى الرب إنها دعوة للإيمان والثقة بما فعل يسوع بموت الكفار على الصليب وقيامة من بين الأموات إنها دعوة للحياة الأبدية لماذا نبحث عن طريق الموت هذا كان غرض الله من البداية في سفر التثنية قال الرب لموسى وموسى قالها للشعب قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك من بعدك يقول الكتاب عن الشيطان جاء لكي يصرق ويذبح ويهلك أما أنا قال يسوع أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل إنها أعظم دعوة وهي الدعوة موجهة لك الآن الله يحبك الله لا يريد أن تهلك بجهنم إلى أبد الآبدين ولأن الله يحبك يريد أن يخلصك ولكن في مشكلة المشكلة هي الخطية فجاء المسيح وعالج مشكلة الخطية إذ مات على الصليب وقام من الأموات لتبريرنا حتى إن وضعت ثقتك وإيمانك بالرب يسوع مجرد أنك تعترف بخطيتك واتتوب عنها وتقول له يا رب أنا بسلمك حياتي وتعال أملك على حياتي على قلبي أنت مخلصي مجرد كلمات بسيطة ولكن تحصل على الحياة الأبدية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر